وقطاعتها والمحاسمة ماشي غده واحد يقول لي يا هدا هو وزير دي الحزب الاستقلال انت ما تدخلش فيه وغير نعود لكم بحال اللي قلت بجلس المستشارين اما اول موقع المشكل ديال ديال الاخوان هادو المعطلين اتصل بيا السيل وفا ومشينا لعندهم لغد عيدت على السادة وزراء الداخلية بجوج السيل عنصر والسيد ريس وجاول عندي وكان يوم الجمعة وقلت سو معي وتكلمت معهم كرئيس ديال الحكومة وتذكرنا على الاجراءات اللي كي خصت دقوا وباقي كانت تذكروا وكانت تعامل مع الوزارة كلهم بنفس الطريقة طبعا كان اختصاصات كتفهموها وكتعرفوها في الدستور ديالكم هاديك ما فيها شك وما فيها خلاف وحنا اللي مقتنعين بيها ودعينا لتصويت عليها وهكذا كيتمشى المغرب أما بخصوص ما وطيرا في انتشكيك في تقدير كبير المؤسسة البرلمانية لما حصل من سلوك مرفوض تمتل في تصر بنسخة أولية للبرنامج الحكومي قبل أن يتم تقدم بنسخة النهائية من السلطة الشرعية فنؤكد أن هذا خلال نتأسف عليه وسنتابع هذا الأمر حتى لا يتكرر صراحة لابقى فيها في هذه القضية هو شيء وحد النظر قالوا لي انتصر بتي هذه الوثيقة انتصر بتي هذه الوثيقة قبل ما تجيبها لنا للبرنامج يواء شو أن نقول لكم الله يسامح قول يا الله ما عارف وكنك أنت عارف إلا أنت عارف قولها وكنك أنت عارف الله يما يبقى معي في الحكومة احنا في الضينة اذا مشي تغير عن جلالة الملك نقول له يخرش في الضينة ياك خليونا نكون معكم واضحين ما عارفناش لأنه البرنامج تسربناه البرنامج وجهناه اسمح لي ياه البرنامج ما تضحكش بزيفة سيشاكر هذا غير الأبسوس البرنامج وجهناه للإخوان ديال الحكومة أسبوع قبل أسبوع قبل وهو عندهم وكتخدم عليه للجناة من قبل ثم بعد ذلك أعطيناه اليوم يومين قبل وهذاك هو اللي تسرب وربما بعض الإخوان أعطوه الأشخاص آخرين باش يخدروا إذا ما عارفناش كون يسرب هذا البرنامج ونقول لكم تسريب ديال البرنامج ربما يكون إشكال لكنه محدود لأنه غاد يجيز ولكن هاد العمل عيد وحنا كنقولها ولقدرنا نتابعوا هاد العمل غادي نتابعوا حتى نعرفوش ولا إني عودتاني مخصناش نضلمو حتى شي واحد وما تنسوش ركي الله الله ركي يشوف وأما باش نصرب أنا لبرنامج نقول لكم حلقة ديالما كنصرب بتاشي حاجة وما كنصرب بتاشي حاجة على حتى تاشي واحد والله العظيم الإخوان وما تسألوا نحلو في الله كن أعمال كنديرها كمسؤول على الحكومات يجي نعار معي طال الصحفي الملالي غير كيخ غير ماشي يخبر حلول قوة اللبنة شكراией